لنفترض أنك مقتنع بالتعامل مع شركة ABCD وأنك عن قناعة بأن سعر السهم سيرتفع من سعره الحالي البلغ 50 دولاراً لكل سهم لكن يمكنك في هذه الحال القيام بأمرين إما أن تشتري السهم بـ 50 دولاراً ومن ثم تأمل أن يرتفع السعر أو يمكنك الذهاب إلى سوق مالي لشراء عقد خيار شراء بـ 5 دولارات كي تشتري هذا السهم الذي ينتهي بعد شهر من الآن وعادة ما يوجد تاريخ محدد وهنا أنا أفترض أن تاريخ الانتهاء بعد شهر من شراء عقد الخيار إذن ويعطيك هذا الخيار حق شراء السهم مقابل 60 دولاراً للسهم الواحد ويسمى هذا النوع من عقد الخيار بعقد الخيار الأمريكي ويمكن مقارنته بالخيار الأوروبي ويتحرك الخيار الأمريكي أن تمارس خيار الشراء في أي وقت تشتري فيه السهم حتى تاريخ الانتهاء في حين في عقد خيار الشراء الأوروبي يمكنك أن تمارس خيار الشراء فقط عند تاريخ الانتهاء وسنركز هنا على عقد خيار الشراء الأمريكي والآن دعونا نفكر بالنتاج المختلفة بالاعتماد على أسعار التدول السهم لنفترض أن سعر السهم يتجه إلى الأعلى أولا ثم إلى الأسفل دعونا نتحدث عن سيناريو هين دعونا أولا نتحدث عن سيناريو قمت به بشراء السهم ومن ثم بيوته لنفترض أنك اشتريته بـ 50 دولارا ولنفترض أنك بائع محترف في هذه الحالة لذا نفترض أنك استطعت أن تبيعه بـ 80 دولار دعونا نفكر بسيناريو هاتر الربح المختلفة إذن لقد ذكرنا أن السعر النهائي يبلغ 80 دولار للسهم الواحد إذا اشتريت السهم بـ 50 دولارا ومثلما بيعته بـ 80 فإنك ستحقق الربح يبلغ 30 دولارا والآن دعونا نفترض أنك بدلا من أن تشتري السهم اشتريت الخيار اليوم إذن إذا اشتريت عقد الخيار سيحدث نفس الأمر عندما يرتبع سهل السهم هنا حيث ستعتقد أن هذا السعر هو الأعلى للسهم ولهذا ستمارس خيارك وبالتالي ستمارس خيارك الأمر الذي يعطيك الحق لشراء السهم عند سعر 60 دولار للسهم ومثلما يمكنك بيعه على الفور بـ 80 دولار ما يعني أنك ستجني ربحا قدره 20 دولارا في هذه الصفقة ولكن تذكر أنك قد دفعت 5 دولارات مقابل الخيار لنفسه إذن الفرق الذي تحققه بين 60 و 80 و 20 دولارا وضع طرح الخمسة دولارات ويسعر الخيار يتبقى لك صف ربح يبلغ 15 دولارا ولكن قد تعتقد الآن أنه كان من الأفضل لك لو اشتريت السهم ودفعت 50 دولارا فسوف تخاطر بكامل المبلغ لكن عند شراء الخيار فإنك ستخاطر بـ 5 دولارات فقط وكي نستوعب ذلك لنرى السيناريو السلبي بدل من أن يرتفع سعر السهم نفترض أن سعر السهم قد انخفض بعد أن اشتريته إلى 20 دولار إذن لنفترض أن السعر النهائي للسهم هنا يبلغ 20 دولارا في هذه الحالة ستكون قد اشتريت السهم بـ 50 دولارا وبيعته بـ 20 دولار ما يعني أنك ستخسر 30 دولارا ولكن في حال امتلكت خيار الشراء لن تمارس خيار الشراء لأنه غير فعال ويتعرف أن المبلغ الكلي الذي ستخسر في هذه الحالة يساوي 5 دولارا وهي السعر الخيار